أرحب تقع قبيلة لها تاريخ ولها مكانه وأنا لما أتكلم عن أرحب يعني شهادة تكون فيها مجروحة لكنه الواقع أرحب تقع ما بين أمانة العاصمة الصنعاء الذي بنى الحارث قبليا بنى الحارث وهمداء وعمراء مع أيضا حاشد خارف مرهبة سفيان دهم نهم حتى إلى بنى حشيش يعني هذه حدود أرحب يعني محدد دهم من الجهة الشمالية كجغرافيا ماذا عن القبيلة والمعنوية يعني يثير جدل هذا الاسم القبيلة يعني طبعا يعني كان في السابق يحصل ظلم في حق الاتهام القبائل مثلا بالغوغة وبالمشاكل وبالفوضى يعني أرحب الحمد لله أنها كانت في هذه في هذه الفترة اللي كان القبلة التعم أرحب كانت شوكة ميزان وكانت يعني محل صلح يعني حافظوا على الأسلاف والعراف بقبائلها ورجالها يعني يعني مشايخة يعني حملوا العرف والسلف وكان يكونوا مرجع إلى لأغلب قبائل اليمن إن لم يكنوا القبائل اليمن عامة نعم على باسم كان الشيخ عبدالله هاب سنان الله أرحمه والشيخ عبدالله هاب سنان العشابي الشيخ أحمد حميد الحباري يعني لو عددنا وناس هنا آخرين قد يدخل في النفس لكن هذا صحي طبعا الأرحب عشر قبل نعم يعني تنقسم إلى قسمين بني زهير وذيبان نعم بني زهير يعني لها خمس مشايخ مشايخ شم وضماء آآ ذيبان نفس الكلام خمسة يعني بمعنى على أنه لها عشر مشايخ يعني آآ مشايخ شم نعم كل كل آآ خميس من خمس أرحب تعتبر قبيلة تتكون من آآ آآ عشرة الأكساء ايوه مثلا زي قبيلة بني علي تتقسم إلى يعني ست عشر قسم قسم يعني قراء يعني لا آآ تعتبر يعني حباء آآ نعم نعم